السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبال عزائي احباف الله زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل عام وحضراتكم بخير حصلت عندي في الموبايل ومشكلة فانا طبعا لما حصلت معي فمش حايزة تحصل عند حد فالمشكلة دي اتطب ايه بلوم بشغال على الحفلة واجيلي اه زي فيروسات او زي نوافذ منبسقة بتلغير بتطلعني برا الحفلة وبندخل من جديد او اكون شغال على حاجة واجيلي برضو النوافذ دي اعلانات كده هوت اعلانات بتحب اعلانات اه مش كويسة اعلانات اه اباحية فانا عملت مسح الفيروسات عن طريق بعض البرامج اه قال لي لكل الجهاز نضيف الجهاز مفيش اي حاجة تطبيقتك تمام مفيش اي فيروسات على الجهاز تماما فطبعا قلت ماشي ولايتها برضو نفتح حفلة ونفتح بس مباشر ونلاقي نفس المشكلة فوصلت الحاجة ان شاء الله رب العالمين اهوت حتى اهوت يا جماعة انا شغال اهوت معكم حتى بتظهر برضو ان اوفيس المبسقة ده هيت فاحنا دلوقتي ان شاء الله هنخش هنعمل ايه هندخل على اعدادات الجهاز عشان نشوف الحل للموضوع ده هو هندخل على اعدادات الجهاز دخلنا على الاعدادات هنجيب التطبيقات ادارة التطبيقات دخلنا على ادارة التطبيقات هنجيب قائمة التطبيقات اجيب لي كل التطبيقات اللي عندك على الجهاز اللي هي موجودة على الجهاز واللي انت منزلها اصلا من على جوجل بلاي اه هنيجي هنا نشوف انا طبعا اكتر ان هوفز المنبسقة والعلانات ديت بتجيني على جوجل كوروم. اه فانا هندور على جوجل ان هوت. اه وصلنا هوت على كوروم. في حاس ما استخدام ساعة التخزين. ناشي. هنضغط على استخدام ساعة التخزين. ضغطنا عليها. ايجيب لك زاكرة التخزين المؤقت اللي عندك. وبيقول لك هنا مسح التخزين المؤقت. فيه قبلها ادارة المساحة. اه احنا ممكن نمسح عادي التخزين المؤقت ده. وبرضو عندك ادارة المساحة. شنديت للمساحة اللي موجودة على جوجل اللي عليها كل البيانات اللي نزل على جوجل. ادارة المساحة نضغط عليها. ضغطنا على ادارة المساحة. اتجيب محو جميع البيانات. هل ترغب في حسف بيانات التطبيق سيتم حسف جميع بيانات التطبيق نهائيا. ويشمل ذلك جميع الملفات والاعدادات والحسابات وقواعد البيانات وما الى ذلك. حسنا. تمام. وبرضو بالمرة هنمسح مسح التخزين المؤقت. هنمسحها معنا. تمام? ولو ظهرت عندكم بص يا جماعة ده اعلام من النوافذ المنبسقة اللي انا بقول لكم عليها. وان شاء الله يا جماعة اللي عنده الحاجة اللي بتحصل في التليفون عنده او في الهاتف. بتنزل التطبيقات اللي انت بتنزلها بتنزل معها اعلانات او في ناس بترغمك اللي انت تغش عندهم على التطبيقات دي فبتنزلك حاجة زي الفيروس بتخوفك منها. فاحنا بنعمل حل جازري بدل البرامج اللي احنا نزلناها وبنمسح بها الفيروسات مش نافعة معنا. وهو ده حل يعني ان شاء الله. ياريت تكونوا انتم اللي عنده المشكلة دي يكونوا وصل لحل. اه كان معاكم ابو زياد اه من قناة شاهد وفهم وتعلم مع ابو زياد. ياريت يكون الشرحة عاجب حضراتكم. واللي يكون النتيجة سهلة وبسيطة. ما تنسوش بقى اه تشيروا الفيديوهات بتاعتنا الاكتر عدد ممكن. واللي ما نشتركش عندنا. يتفضل اشترك اسفل الفيديو ويفعل زر الجرس. اه 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 يضغط لايك. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة